السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوات اخواتي كديري لما سعيكم بخير هانين كراكم زيانين تمنىكم قاعدكم باخر وعلى اخر فيما كنتم تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم مجيس ان شاء الله غضي نشارك معكم الجاج محمر مضغمر كيفما كنتشوفوا معي الصورة وفي العنوال ديال الفيديو اليوم ان شاء الله غضي نشارك معكم الجاج مضاق ديالالافرح حتى بالنسبة المبتدئات اللي عمرهم حضروا الجاج مضغمر جربوا هالطريقة هذي وردوا عليها طريقة نشحة 100% الضغميرة كتجي يا سلام والجاج كي يجي بنين بزاف فمعليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تكتشفوا جميع الخطوات ديالو فاخوتي اخواتي وانتوما كتفرجوا كذلك ما تنسوش تخليوا لي واحد لايك على الفيديو كتشجيع علي باش نبقى دائما مستمرة وفيديو يتجدادين كذلك اللي كيشوف هذي القانا الاول مرة وهذا الفيديو كيشوفوا الاول مرة فكننقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معليكم غدتشتركوا فيها وتشغلوا داك الجرس باش بقايوا توصلوا بكل جديد كاللوحو وينبديوا الفيديو ديالنا باسم الله على بركة الله كيفما كتشوفوا عندي هنا جاج انا عندي اربعة ديال الجاجات وغادي نشارك معاكم ان شاء الله غير جوج جاجات محمرين مهم هنا راخدالي انا اربعة ديال الجاجات وغادي نلقيهم بربعة جوج غادي نديرهم في المجمد وجوج غادي نشاركهم معاكم كما قدلكم محمرين بالضغميرة كي جوا يا سلام مهم هنا يا غادي نقول لكم هالجوج جاجات لمن غادي ناخدهم هنا خواتاتي هالجوج جاجات غادي ناخدهم ان شاء الله المرت حماية اللي هي مهم بشي فهموني جميع الاخاوات اللي هي مرت لوسي يعني نوطي كيفما كنقولو زيدت كنقول لها مبرك عليك على سلام تعلفك ومبرك عليها مهم غادي ندي لطاجين مهم العادة ديالنا انه فاش كتزيت يوحدة ملائلة كنديو لطاجين دك فاش كتزيد مباشرة فاش كنسوقو الخبر باللي زيدت مهم كان مشيو كنقصر واحد الليلة وكنديو الطاجين في الدينة مهم لي عندو هاد العادات هادي يخلي لي في التعالق ما زال عندو هاد العادة هادي فاش كتزيت يوحدة كنديو لها الطاجين ايو صاف ايو بغيت نشارك معاكم جاج مهمتمنى فيديو يعجبكم كما قدلكم طريقة ناجحة مئة في المئة كي يجي تماما بحل ديال الافراح وكذلك سهلة وبسيطة طريقة مهم هناك كما قدشوفوه كان نقى وتجاش ممكن نقىهم زيان من بعد كناخد الملحة وكنحكوه مزيان بدك الملحة فالملحة كتحيد حتي لكان ذاك الرش الرقيق يعني ذاك الرش اللي كتكون الرقيق بساف را كتحيدو الملحة وكذلك كيتبنن يعني كن ضروري تحكوه مزيان عفوا بالملح بس اديوش عليا مهم اخطقوه را هادي خانة راني كندير لكم ده المونتاج را هده بعد العشرة ونص وكان مونطي معاكم هاد الفيديو مهم صافي هنا بعد ما حكيتهم زيان بالملحة ونقيتهم هانتم كيف ما كتشوفوك مدلكم ربعة ديال الجاجات هنا انا غدي ناخد الخل وكذلك غدي ناخد الرنج وغدي مهم غدي ندير الخل وغدي ندير عليه محتر رنج وغدي نخليهم انا هنا يراجبوا من دي النهار ديال السبت غسلتهم زيان وخليتهم حتى اللي غبله عطيبت الطاجين مهم ديته نهار ديال الحد مهم دبارها الصباح دبارها اقول يا لحضاشو شي حاجة غدي نطيبهم على بكري وغدي نروحوا في العشية مهم دا وجاج مبعد ما غسلتو مهمة الصبحية هادي صفيتهم زيان ودرتو يقتر كيف ما كتشوفوه هنا فوحد الكوكوت عندي البصلة ضروري بالنسبة البصلة ديرو حد الكمية كتيرة ديال البصلة باش جيكم تغميرها ديال كو مواقفة وكتجي محل ديال الافرح بالنسبة البصلة انا راني خديت تقريبا تسمينية ديال الحبات ديال البصل اللي بحجم كبير شلتهم داك الطريقة كيف ما كتشوفو معاي وضعتهم داك الكوكوت دا بغدي ندوزو الخلطة السحرية ديالنا باش غدي نشر ملوق الجيش حتاجي تنوحد الربطة ديالرباع ما بين قصبار ومعندلوس كيف ما كتشوفو معاي خديت الخلطة الكهربائي اللي هو المونيليكس وغدي ندير في ذاك الربطة كيما قد لكم ديالرباع ما بين قصبار ومعندلوس ربطة اللي زوينة كيف ما كتشوفو يعني كبيرة ومن بعد اخواتي غدي نضيف عليه التومة موهم التومة هاي كيف ما كتشوفو عندي ثمانية دريسين ديال التومة موهم انا غدي ندير غدي نشرم لهم بربعة جوج غدي نجيهم في المجمد يعني مشرملين غدي نديرهم في المجمد يعني مشرملين غدي نديرهم في المجمد جاو يعني شي ضياف وللالية ولا يعني بعد شي مرة كنحتاج انا اني نحيي تجاج نحمرو كنلقاهم مشرمل وواجد وصدقوني انكم تشرملوا تجاج ودوضعوه في المجمد كيجي فن الديد وفتي كيجي رائع موهم هنا درت طريف ديال الحامض مصير كيف ماشتوا معاي وكاذا لكم علقة ديال السمن البلدي صافي درت واحد للكاس ديال الماء وطحنت كل شي مزيان كيف ما لاحظوا هنا التوابي الاخوات اللي غدي نوضع غدي نوضع الخرقون سكين جبير و الابزار و واحد راس معلقة ديال القرفة اي هالقرفة كتعطي واحد لما ضقوا زوين للجاج غجربوها على حسابي وردو علية بالنسبة الاخوات اللي عمرهم داروا يعني القرفة في الجاج غجربوها وردو علية كتجي صراحة غزان مهم درت تم واحد لكاس درت نصف كاس ديال الزيت ما بين زيت 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 نباتيا وكذلك رشيشة ديال الملوين غدائي اللي هو الزفران ماش يعطينا ذاك اللون يعني ضروري ولا دير واحد ضامة ديال الزفران مهم كيبقالكم الاختيار نضيفه 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 اه بالنسبة لواحد النقطة اخواتك في مشتمعيره ما درتش الملحة بصيفة نهائية لانهم حكاهم زيان بالملحة وفيهم الملحة ما غديش ندير الملحة بصيفة نهائية كما قد لكم حتى ندق في الاخير يعني التغميرات ديالي ونشوف مهمة ديروش الملحة حيث كيكونوا شعر بالملحة خصوصا انا يعني قصلتهم نهار قبل خليتهم نهار كامل وليلة وفي صباح عاد صويتهم يعني شعر بين مزيان الملحة والخل والرنش كما قد لكم هنا واحد الخيط كيف لم تشوفوا معي وغادي نعقدهم زيان مرجليهم بعد ما خرجتهم وغادي ندور داك الخيط على الظهر ديالهم باش يبقوا مشدودين وما يتحلوش معنا فاش يكونوا كي طيبوا مهم هنا كيف ماشتوا ديالك وما الججاجات اللي عقدتهم وما اللي غادي نطيب غادي ندي المرتح ماية وبالنسبة داك الججاج اللي يتبقى وغادي نديرهم في المجمد كما قد لكم هنا في الكوكوت اللي فيها البصلة وضعت لها نفس توابل اللي وضعت فجاش يعني شوية شوية من الحاجة نفس توابل اللي وضعت فجاش كما قد لكم درت كاس ما بين زيت زيتون وزيت نباتية وغادي نزيد واحد نصف كاس ديال زيت نباتية كيف ماشتوا معي دقا ازمي الدعاء نضيف المجمد نضيف المجمد نضيف المجمد نضيف المجمد سوف نضيفه ونضيفه ونضيفه نضيفه الدجاج و البيض و الخبز نضيفه 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 و البصيلة يعني الضغميرة دينا بوحدها شوفوا معايا كي تعزل دك الزيت على الضغميرة هانت وما شوفوا معايا كالضغمر طريقة اللي بسيطة وصدقوني كي تجي فينا لديدة لديدة زفة الضغميرة هادي وبالنسبة للملح راني مادرتش الملح بصيفة نهائية جات هي هاديك يعني مضاقها هي هاديك المهم ما تنسوش ماد ديروش الملح اللي كنتم راقضين جاج ديركم مزيان وطايل فا ماد ديروش الملح باش مجيكمش مالحة حتى في مرة مرة كنحركوه هانتوما حتى كنتحصلوا لديك اللون اللي بغينا ديال الضغميرة شوفوا معايا راه مبقاش فيها المارق بصيفة نهائية فقط البصيلة ديالنا مضغمرة وذك الزيت معزول موين دك الشعش قدلكم أخواتي ضاروري تقدروا البصيلة باش جيكم يعني الضغميرة هكا على حساب يعني ججاجات ولا ثلاثة ججاجات على حساب الكمية ديال الججاج اللي درتو ديرو كمية ديال الباصل صافي هنا غد ينطفع لي هانا النار على الضغميرة ديالي واجدة انتم من بعد ما طفيت عليها النار موين خليسة واحد دقيقة هنا يا شوفوا معايا اللون ديالا راه تغير كتجي واقفة اهنا راني قطعت دك طريفات ديال الكبدة وديال القنصة والقلب موين قطعتهم طريفا وطريفات ارضيتهم على الضغميرة كتجي يا سالم واحد الريحة طال عمنا ما نقولش لكم ويملكتو حامل للمريضا وكتشوف هاد الفيديو تسمح ليه صافي هنا غد ينطفع لي صافي راه واجدة وهنا في هاد المرحلة هادي غد يندخل انا ججاج للفران موين تومك يبقى لكم الاختي اختيار حمروه فران او حمروه في الزيت مهم تومك يبقى لكم الاختيار انا هنا يران دهنتوا بالسمن كيف ما كتشوفوا دك طوي جينا مزيان بالسمن وكذلك هاد ينديرلو السمن من الفوق هاد يندخلهم من فران غد ينخلهم حتى كيتحمروا ومن بعد غاد ينخرجهم من بعد ما خرجتهم الفران هانتو ما هادو رابقين سخونين يجو محمرين رائحة يا سلام طلعا منهم منصفي هنا يا وما هادو هنا عندي خبيز ديال الطار موهم حتوا عجنتو وفض النهر هادا خبيز ديال الطار ناجح مياه في المياه ديال القمح مهم فيه قليل ديال فرس كي يجي رائع غاد ينلويه في ذاك لميكا مهم غاد ينلويه في ذاك الميندين وغاد ينبقى للميكا غاد ينبقى لنا خبيز طبا هادا دك اللي درتو يتسلق هو هادا حييتو درتو فدلميكا كيف ما كتشوفوا وهنه غاد ينلوي الججديال هنا باش يبقى صخون نضغمرة 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 نتمنى من جميع أخوتي و أخواتي الرجل 1. الخليط 3. دجاج سأظهر لكم الفيديو اه في الدار ديال مرت الحماية كما قلت لكم او نوطي او مرتلوسي كلها وكيفاش كي يقول لها مهم باش يفهموني جميع الاخوات وين مغضي نكمل معكم فيديو من بعد ان شاء الله هنا من بعد ما وصلنا مهم جمعنا شربنا كوي سيالاتاي صافي جا وقت العشاء هنا حيدنا الجاش هنا كيفما كتشوفوا راه ماشي انا بوحدي اللي اخديه الجاش جوج ديال ديال نوايطاتي حتى هما اخدا ومهم تلاقينا في الليلة وحدة قدرناهم في صني ديال الفرن ودخلناهم واسخلناهم ديال ججاج هنا عدنا البيض اللي دينا مقشرناه وقطعناه وش ليضة ديال الخص ومطيشة والخيار كيفما كتشوفوا صافي هنا غدي نديرو العشاء مهم عدنا جوج ديال جلس العائلة وصافي راكم عارفين غير عائلة في الاول كتشمع غدي نديرو جوج جاجات في التبصيل ورح غدي يبقى وجوج يعني شايطين صافي وغدي نديرو التغميره وغدي نديرو البيض جو صراحة يا سلام هالجاج والتغميره جا رائع رائع جدا شوفوا معي التغميره هنا راح نسخناها كيفما كتشوفوا صافي غدي نديرو التغميره مع الجنيبات كي اللي كيدير التغميره فوق من الجاج صراحة يبقى صراحة زوين يعني مقرمش وزوين مهم طريقة تقديمته ما كيبقى لكم الاختيار كل واحد وكيفاش كيبغي يحط طباسل ديالو او كيقدم الاطباق ديالو طريقة ديال التزيين كي ما قلت لكم صافي هنا يديرو التغميره غدي مهم هنا راح امرت حماية هي اللي كتدير وانا كنصور مهم هنا دارتتتتغمير كي ما كتشوفو غدي تدير طريفة ديال البيض مع الطرف من قدلك غدي تدير في الصحن الثاني بنفس طريقة تغميره مع الطرف شوفوا معي التغميره راح كموقفة ووقفة بنينة بزاف كجي صار حياة سلام نتمنى انكم تجربوها كما قلت لكم صافي طريفة ديال البيض بنفس طريقة افضل صحن الثاني كما اشتركوا اخوتي اخواتي نتمنى الفيديو يعجبكم دابعا نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله